النادي الاهلي ومباريات النادي الاهلي يعني عندنا متحدد جدول مباريات صعبة جدا ووضح انه بياخد كل مباراة بمباراة كله بطولة ببطولة عندنا بكرة مباراة مع منتخب السويس في كأس مصر وطبعا مش جديدة عليكم ان انا اقول لكم مباراة الكأس هي مباراة مفاجآت منتخب السويس ده يمكن تاريخه مش كبير فيه بطولات كأس مصر يمكن افضل مركز وصل ليه كان سنة تسعين او تسعة وتمانين لما حق المركز التاني الحقيقة كان في الدور قبل النادي اطاح بنادي الزمالك دي طبعا خمسة وعشرين يونيو دي مباراة النادي الاهلي منتخب السويس الساعة تمانية ونص تسعة وعشرين يونيو البنك الاهلي في الدوري في يوتشار اتنين يوليو خمسة يوليو الاسماعيلي تمانية يوليو الاتحاد وان شاء الله يوم تمانية يوليو يكون النادي الاهلي بيحتفل رسميا بمسابقة انهاء مسبقة الدوري العام بشكل رسمي إن شاء الله لأن نفوز الأربع مباراة القادمين دون النظر اللي باقي نتائج الفرق نحق بطول الدولة. خليني أرجع لكم لمنتخب السويس. ودائما مباراة الكؤوس لابد أننا نعمل حسابه بشكل واضح وده وصل لكلر جدا. درجة النواء مفيش راحة من بعد المباراة الماضية لأنه لأنه لهم حرص حدود على طول تاني يوم كان فيه تدريبات ومستمر فيه التدريبات أكيد أكيد فريق منتخب السويس مش في أفضل حالاته حتى عن الموسم الماضي لما واجه فيوتشر. رحيل كابتن أحمد ساري المدير الفني. يعني إذا اتعمل دور المحترفين الجديد هيكون هو من الفرق الهبطة وحصل على المركز التاسع. فاز في 11 مباراة. هزم في 11 مباراة حتى التعبيرات والتصريحات اللي طلع بشكل رسمي من إدارة منتخب السويس بتحدث عن أن وضعنا نفسيا مش أفضل حاجة وبنواجه أهل كولر فأفضل حالاته ولكن ده لن ينخدع فيه أكيد الجهاز الفني ولا لعبين وإن شاء الله خطوة مهمة جدا أنك تصل لكأس مصر يا فارس. أعتقد مباراة لازم مهما كان مستوى المنافس لازم يكون عندك حظر شيء جدا. طبعا ولازم يخدها جدا. شفنا مفاجآت كتير جدا. حصلت مع الأهل وغير الأهلي. لا هو بص أنا عايز أقولك بمناسبة المفاجآت في مباراة بالطمع. رغم أن النادي الأهلي غير. ولكن تجربة زي بني عبيد مع الزمالك أو بروكسي اللي كان يطيح بنادي الزمالك. لا بتطمع بتدي. يمكن بعض الفرق دي تجرأت على فرق الدوري الممتاز بسبب مثلا مباراة زي مباراة نادي الزمالك أنت حصل معك مفاجآت برضو ولكن ده يديك فكرة أن أنت لازم تظهر بصورتك لازم تظهر بجدية لازم تعبر عن شخصيتك عشان نتجنب تجارب الآخرين والأمثلة أيضا في الكاس في العالم كله للأمانة موجودة محليا لا مع نادي الزمالك فارس في جيل العظماء جيل تريكا وبركاته نادي قراجنا من بترول أسيو فلازم نكون يعني كان بس مختلف عن بروكسي وبني عبيد برضو بترول أسيو كان ليه وقتها برضو في الدوري وكان فريقه انت فاهم وقتها قطاع البترول كان فيه تمام بكرة القدر كان هبط رسميا خلينا كان هبط رسميا مشوار الآلي طبعا إذا عبر من المنتخب السويس في طريقه الداخلية ثم بقى المباراة اللي هي بتاعة المصري وحرس الحدود أعتقد النادي الأهلي طبعا حرس الحدود لكل الاحترام ولكن ربما ينتظر النادي الأهلي مواجهة هتكون قوية مع النادي المصري إن شاء الله ثم النجوم وسموحة موجودين ولسه الفائز من أمبي ولا فيينا والفائز من فيوتشر وطلائع الأسطور لا لا خلاص يعني انت النجوم وسموحة بقى النادي الأهلي ممكن بقى مين يطلع يواجهك حتى انت معاك المصري فيه مباراة انتهت فيه مباراة انتهت أمبي خلاص هو دلوقتي يواصل أمبي صعد أه أه لمرحلة هيقابل هيقابل النجوم في مفاجأة كبيرة جدا لفريق النجوم الحقيقة أطاح بالإسماعيلي بيطيح حاليا باسموحة فبيتواجد فيه يعني دور مهم جدا عنده مواجهة أمام أمبي بعد ما أمبي عبر فيوتشر والنادي الأهلي طريقه الطريق ده لو عبر ان شاء الله وان شاء الله يعبر المنتخب السويس يقابل الداخلية ثم الفيز من مصري وحرص الحدود ثم يقابل بقى اللي هيطلع من أمبي والنجوم يعني مش عايزين نقول أمبي بقى لأن الحقيقة النجوم بتعمل شغل هايل جدا فازه على الإسماعيلي وأطاحه النهاردة كمان بسموحة وده تقريبا كده خلاص هو الحصان الأسود لمسابقة كأس مصر وإحنا بنمنح كل الفرق حقها يعني بغض النظر عن أي مسميات أو أي يعني تصرحات لمدرين فنين لكن النجوم الحقيقة عمل بطولة جيدة جدا نروح طبعا لترتيب أو وضع منتخب السويس في جدول الدرجة الثانية المركز التاسع زي ما قلنا يعني خلاص يعني وصل لكم المعلومات زي ما حضراتكم شايفين 30 مباراة فوز 11 تعادل 8 خسر 11 سجل 38 استقبل 33 41 نقطة